كابتن فاتحي بقى احنا بنتكلم لسه على التدريب فترة التدريب لان حياتك كلها بعد ما كنت لعب وبطلت وما لحاجتش تلعب في النادي الاهلي كورة خدت كل حياتك كلها تدريبات دراسات عشان تقاهل نفسك وتوصل لللي انت وصلت لحد ما وصلت للاتحاد الدولي طيب وانت في النادي الاهلي قولي المدربين من الدرجة نقولي انت دربت معهم مين المدربين طبعا الله يرحمه كابتن عبدالصالح الوحش الله يرحمه يا حسن الله وكابتن مستر هيدكوتي كابتن همامي كابتن فؤاد شعبان طبعا اه كابتن فؤاد شعبان كابتن جندي كابتن حلمي أبو المعاطي كابتن حلمي في العشان من أهمامي وابو حباج لا أبو حباج لا كابتن همامي وكابتن جندي وكابتن حلمي أبو المعاطي وكابتن كامل مسحود كابتن ميمي عبد الحميد وميمي عبد الحميد كابتن ميمي عبد الحميد رحمة الله علي وكابتن جوهري كابتن جوهري وكابتن جوهري يعني دولة المجموعة المدربين كابتن طه اسمعيل كابتن طه دولة اللي استغلنا معهم دكتور عمر بن المجد دكتور عمر كانوا عندي والله أرحمه ده كابتن وفتي وكابتن عواضين و ما سبتش مدرب بسم الله ما شاء الله تتشهود أهم مرحلة في المراحل دي اللي انت حسيت بقى انت نضجت خلاص وبقيت الكابتن فتح نصير ربط في النادي الآلي وان روحت المنتخب مع الكابتن حمد الجندي لكن امتى حسيت ان انت فتح نصير المدير الفني او المدرب اللي يقدر يعمل اي حاجة لوحدة الاحساس ده يا كابتن مصطفى كل ما يوصلي ادوس عليه ادوس عليه اه طبعا لو حسيت ان انا وصلت خلاص لا انا ما قصدش انك وصلت للطب انت وصلت خلاص بقى ان انت عندك خبرات وعندك امكانيات وعندك كل حاجة انك تقدر تدير المنظومة دي كلها لوحدك 84 لوس أنجلوس 84 وانت تفتكر لوس أنجلوس لوس أنجلوس لها لا انت حبيبي لوس أنجلوس حسيت بقى انت الحمد لله يعني لأنك بتتعامل مع المجتمع الخارجي بتتعامل مع أوروبيين وأمريكان فانت اللي بتروح بتواجه الحمد لله ان الواحد عنده لغة فاللغة بتساعده ان هو يتناقش في المواقف والحاجات دي في أولا في الميتين في التجمعات في الحاجات دي كله كله فانت داخل فيه عادي يكنك انت عايش معهم يعني يكن انت جزء منهم فدي حسيت بقى يعني النطج الكروي في عالم التدريب والإدارة والكلام ده كانت في لوس أنجلوس 84 برضو للسادة للمشاهدين ما عارفوش ان كان لوس أنجلوس 84 زمان كانت دورات اللومبية المنتخبات الكبيرة ايوا مش زي دلوقتي يعني كنك رايح كاس عالم بتروح دورات كاس عالم مصاغر هم نفس الفرق نفس اللعيبة اللعيبة كبيرة هم نفس اللعيبة هم برضو اللي بيروحوا اللي بيروحوا الأولمبيات وبعدين كان زمان بيروحوا دولتين من القارة كنا احنا والكاميرون اللي رحنا سنة 84 مصبوح فدي منظومة تانية فلما رحت في وسط العالم ده كله سواء في الاجتماعات واللقاءات والترتيبات والحاجات دي كلها واللغاء حسيت ان الحمد لله الحمد لله ان الواحد تتشربوا وارضوا كل ده يرجع لمين لديك الفرصة النادي الأهلي اللي هو فيه كابتن عبدالصالح ما بدأنا ولما سابني في المنتهب كان هو اللي يحطني ويصدني احضر الاجتماع اعمل ده الروح لده الروح ده تحسيت نفسي انت بتقود المنظومة طيب انت فترة من الفترات اشتغلت مع معظم من دربين اللي انت قلت عليهم دلوقتي لكن احكينا كل اللي كانوا شغالين قبل كده كان يعتبر شغل هو انما مع هيدوكوتي كانت الحياة مختلفة قالص بدأنا احنا كلعبة حتى ما كنا بنتمرن في الاسبوع اربعة ايام او ثلاثة ايام مع هيدوكوتي كنا نتمرن الصبح وبعد الظهر دخلنا في منظومة جديدة اللي هي شغل المحترفين وانت كنت اول واحد مع مستر هيدوكوتي في الحتة دي تحكينا عن مستر هيدوكوتي شغلية لأ مستر هيدوكوتي ده مدرب او نقول كوتش كوتش دماغه تقيلة اوي 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 عنده نمازج من اللعيبة اللي ما اعرف هاشا كانت مصطفى وانتو كلعيبة لانكم لعيبة نضقتم وجبرتوا لعيبة كبار وشربتوا من اللي فوقيكم شربتوا مبادئ شربتوا الاخلاق شربتوا الحماس شربتوا روحنا دلقالي فبقت كملة المنظومة بقى عنده حوالي نقول 25 لعيب اكتر يا كابتن فاتح كمان احنا كنا تلامزة وطلعنا مع مجموعة الفريق الكبيرة لما طلحته وجبنا البقيين وجي طهر الشيخ من برة وجي شطة من برة وجي شطة ومختار والمجموع دي فنقول العدد ده لدرجة المنتخب مصر لما كنا بنروح فيه كنتوا بتروحوا فيه لعيبة احتياطي في منتخب مصر بيطلعهم من نادي الأهل يروحوا على هناك دي حقيقي يعني بيختارون من نادي الأهل مش من نادي تاني كنا 13 أو 13 واحد لعني كان عندك اتنين حراس اكرمه وثابت دورة أسليم ثابتين اه وبناخد بقى في حدود 12 لعب أو 13 لعب ادي صورتك مع مستر هيدوكوتي مستر كوتي مستر كوتي اه مستر كوتي هو يقول لي ابنه ابنه اه فان هو يقعد يكلم يقول لي ابنه فقام نتكلم في أي حاجة وكده فيحس انها مصدقة اه فقل له لي يا مستر كوتي قال لي انت ياكل كباب اه قلت له لا مكلتش كباب قال لي انت ياكل كباب قامت تقول له لا مكلتش كباب قال لي عشان انت كتباب في جبالك على مراحل اه بقول لي انت يكون كباب فقلت له لا يا مستر كوتي مكلتش قال لي عشان انت كتباب الكلام ده مش مظبوط اللي انت بتقوله يعني مثلا بيسألني على لعيب فانا بقول له عسل بداري على اللعيب اه فقول له لا بس عسل كان حصل كذا وكذا هو متابع هو عارف كل حاجة وفاهم وكده اه مستر كوتي عايز اللعيب جاهز اه فانا كنت جاهز اللعيبة بضرجة انني لما كنت في الملعب اه مش هقول على مين اللعيب كان يقول لي طبعا اي لعيب بينزل متأخر بعد انا منزل ومستر كوتي ويبدأ التمرين تبدأ العدادة بالاحتراب بقى اه طبعا يبدأ ايه الخاصم ويبدأ الكلام ده كله ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يعني اتسطر الفترة دي كلها كان يجي يا كابتن مصطفى يقول له ابن بأخر نفتا هو عارف إن لو نزل متأخر هيدفع لا وعارف إن هو ميستر ديكوتي مش هي دريد ده التدريب